أنا أتمنى نمشي كده بالترتيب اليمين اللي سعر يلا يلا أبدعنا نشوف الروليت نشوف طيب عندنا هنا الروليت ماذا تتوقع؟ ماذا تتوقع عبد المجيد؟ أنا الصدق شكرا تقنية لا أعلم نشوف نشوف ماذا تتوقع؟ فنون 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 أبدعنا يا عبد المجيد يلا طيب اليوم لدينا موضوع في فقرة الفنون طبعا اليوم موضوعنا دسم الصدق ومهم ويعتبر نوع من الثقافة لكل شخص فينا أنه يعرف لماذا يسمى أبو الفنون طبعا أسألكم طبعا أول شيء من هو أبو الفنون؟ عندي طيب أسرم طيب قبل أن أبدأ هل هناك أحد يمكن يعرف أو كان يعرف قبل؟ الصدق كأبو الفنون أنا قد سمعت عنه أنه حضارات قديمة أو من الزمان أو شيء كذا ماذا أنت عندي؟ طيب إبراهيم يمكن رسام لنا أبو الفنون رسم أو شيء كذا تركي؟ واحد يمكن أن نفهم في الإلقاء وكذا توقع طيب تقريبا أنس هو أقرب واحد بس أبو الفنون هو المسرح طبعا أو فن المسرح طبعا سمي أبو الفنون لأنه هو أول فن عرفته البشرية منذ القدم وكان معروف في الحضارات القديمة وطبعا في البداية بدأ الإنسان في تقليد الحيوانات وتقمص الشخصية يعني في المسرح في المسرحيات في المسرحيات والمسارح ومثل القيرادة وغيرها ويقلد بعض الأصوات أيضا في الطبيعة ومنها التقليد نشأ فن المسرح والتقمص الشخصيات في المسرح والتطور للموضوع إليه ما صار عبارة عن فن وسميه أبو الفنون يجتمع له الناس في أماكن مختلفة ويحبه علية القوم الأمراء والكبراء أيضا في العصور السابقة وهذا السبب الذي يسميه أبو الفنون هذا السبب الأول السبب الثاني السبب الثاني أصبر أصبر طيب قبل أن تفضل أنا أخبر من كلام ماذا سؤال؟ في البداية هم بدأوا يجلدون الحيوانات يتقمصون شخصياتهم نعم نعم بدأوا يتقمصون شخصيات الحيوانات ويطلعون هذا الذي أنا فهمت من هذا طبعا كان قديما كان يحاولون يتقمصون بعض أصوات الحيوانات وغيرها لذلك اتطور الموضوع لأن تمثيل الآن معنى التمثيل هو تقمص تتقمص شخصية مثلا أو تقلدها صح ومثل ما قلنا كان هذا في العصور السابقة وكان يجتمع عليه الناس ويتابعونه ويجتمتعون فيه طبعا هذا السبب الأول ما أكثر الحيوانات التي كانوا تتوقعون أي أكثر الحيوانات التي كانوا يتقمصون شخصيتها أرى الصدق كثير ولكن أشعر أن القرود أشعر أنتم كيف تشعرون؟ طبعا كيف تشعرون؟ لا أعلم يمكن أن الأسود لأنها تعتبر مرعبة ولكن كيف يتقمصون الأسود يا تركي؟ اليد لا تقصر يعني أن يضعون مخالب على الحجر لا نحن بدون أدوات نريد أن تقمص صوتي وغيرها لأن هذا كان في العصور القديمة وكان في الوضع البدائي تقصد بدون أي معداد بدون أي لبس مثلا بدون أي لبس طبعا هذا القسم الأول السبب الأول الذي يسمي فن المسرح بأبو الفنون عندنا القسم الثاني أو السبب الثاني الذي يجعلنا نسميه أبو الفنون أنه يجتمل على جميع بقية الفنون مثل الإنشاد والقراءة والإلقاء أو هذا تسخل من الفنون والرسم والألوان والتمثيل هذه كلها تدخل ضمن فن المسرح لذلك سمي أبو الفنون طبعا غيرها هناك مهارات كثيرة في المسرح طبعا أعطونا مهارة طيب قبل أن ننتقلي بعدها المهارات التي في المسرح والإنشاد مثل الإنشاد والمسلسلات لا في المسالح السكتشات القصيرة السكتشات القصيرة إبراهيم دقيقة ما تفعل في دخل السكتش و ما تستعمل في المهارات سؤالك استعمل تمثيل يكون هناك نشيد في البداية حلو وضحت لك النقضة وضحت يكون متقمص هذا الشيء و يكون عارف ما أقوله أقدر أسوي أشياء كثيرة في المسرح يعني أبو الفنون هذا مجتمع على أشياء كثيرة من هذه الإنشاد لذلك سمي أبو الفنون لأنه يجمع أكثر من مهارة ألقاء، إنشاد، تمثيل، تقمص شخصيات أبراهيم لديك مشاركة أو شيء في الموضوع التلفزيون الآن مثلا نفس المسرح لم يسمى أبو الفنون أصبع لا التلفزيون لا يسمى أبو الفنون لأن المسرح يجتمع في كل المهارات التي قلتها وأقدم قديم طبعا أما في التلفزيون البرنامج يكون شيء معين برنامج يكون إلقاء مثلا يكون برنامج إخباري الملقي أو المقدم يستعمل مثلا مهارة الإلقاء لا يجتمع أكثر من شيء أو يستعمل مهارة أو مهارتين وغيرها مثلا الأشياء في بعض الأحيان المسلسلات المسلسلات يستعمل مثلا مهارة التقمص الشخصيات أو التمثيل لا يجتمع شيء مثل المسرح أو فن المسرح تجتمع في كل هذه المهارات لذلك سمي أبو الفنون وطبعا تطور الموضوع مثل ما قلنا صار في التلفزيون طبعا ما يسمى أبو الفنون لكنه يعتبر فن ضمن الفنون فن التقديم فهي متفرعة يعني يعني أنت لحين تقصد أن التلفزيون يعني فن توه جديد وكذا يعني توه طالع مسلسلات المسلسلات والبرامج الحديثة التي تعرض على التلفاز فهذه كلها تعتبر من الأشياء المعاصرة والحديثة يعني ما تسمى أبو الفنون بالضبط لأنها لا تجتمع على كل المهارات أو أغلب المهارات مثلا تكون كل شيء يعرض من الأشياء الحديثة يجتمع مهارتين ثلاث ما رح يكون زي الأداء المسرح يكون شامل لكل شيء مثلا تقمص إلقاء إنشاد طيب في أحد عنده سؤال ثاني شيء ماذا تشارك في مسرحية؟ صدق مسرحية مرة ولا في المدرسة ولا أي شيء؟ لا مسرحية طيب إبراهيم أنا أحس وجهك وجه ممثل يا إبراهيم أنا ولا ما طلعت ولا مرة في المسرح أحس كذا لا تصير إن شاء الله إن شاء الله يصير ممثل ومقدم ثم يغطي على أخوه سامي رضو لا صدق أنا أشوفك كمسرح إلا قد طلعتين أذكر أول كنت كنت ألقيت كنت ألقيت أنا ترى أذكر في المتوسط كنت كذا كلها ألقاء كنت أطلع أعطي بعض حيان شعر هذا لكن التمثيل ما دخلت في المجال هذا طيب تركي؟ في المدرسة سلي أذكر غالبا كيف كان الفن الذي تسوي؟ يعني كان غالبا إلقاء إلقاء مثلا لذاعة الإذاعة مثلا أو البرامج طيب كنت أمثل مسرحية؟ مسرحية أذكر مرة واحدة وكانت في برنامج صيفي هذه اللي أذكرها طيب وش كان دورك؟ والله كان دوري غريب وش دورك؟ أنا أريد أن أعرف هذا الدور غريب أنني كان بسيط أذكر أنني عامل ووزع أكواب شاعي للموجودين طيب كيف كنت مفتّر أو لا؟ يعني يعني ليس بمرة هذا كان دورك تبديه ديقة لك شرم السؤال السؤال لك عبد المجيد هل قلت شاركت في المسرين؟ أنا صدق لا لا قلت شاركت أنا لم أشاركت في أداء تقمص شخصيات أو فن التمثيل يعني أنا شاركت في الإلقاء مسابقة الإلقاء أشارك في الإذاعات المدرسية أشارك في هذه الأشياء التي تكون داخل أنشطة المدرسة طيب وش رأيكم نسأل الجمهور؟ طيب يلا اكتبونا في الهاشتاج مشاهدين الكرام على